أنا ما عنديش أسئلة النهاردة كابتن وايل شوف حابة تقول إيه يتعلق عن المباراة تقييمك للخروج المغزي بص يا أمير أنا يعني مقدر شعورك طبعا والحزن اللي إنت فيه وكلنا طبعا حزنانين لكن لازم تعرف أن ده طبيعي طبيعي واحد يستغرب يقولك ليه طبيعي اللي بيحصل في الكرة المصرية هو ده نتاج الكرة المصرية محدش بيعمل لصالح الكرة المصرية كلها بحاجات ماشية بطرق غريبة يعني عارف فلوس كتير بيستفاد منها ناس كتير بدون أي إيجابيات آآ ما حدش بيعمل لصالح المنتخب كرة في مصر أصلا يعني ما بتتطورش يعني خد بالك وإحنا نكلمنا الكلام ده قبل كده معاك يا أمير وأنا قلت لك الكرة عندنا ما بتتطورش لأن هنا فيه منظومة مش عايز أقول بس اتحاد الكرة لا هي منظومة معظمها بتشتغل غلط سواء عندي أو اتحاد الكرة أو حتى مداربين أو مجالس إدارات لأن احنا زي ما قلت لك ما بنتطورش الكرة لما نيجي نبدأ على لعيبة محدش بيعلمها أصلا كرة حديثة سواء من تحت أو من الدرجة الأولى مداربين بتخاف تعلم الولاد الكرة لأنه هو بتحس إنه هو يعني حطت سكين على رقابته هو لو جاء يعلم الولاد الكرة وحصل سوق نتائج وإنت لازم تاخد وقت عشان تبدأ تشتغل على الكرة الحديثة زي ما أنت النهاردة غيرت من طريقة 352 اللي هي كان فيها ليبرو بدأت تشتغل بأربعة اللي هي أصلا ناس اشتغلت من حوالي 6-8 سنين أنت بدأت متأخر تشتغل دي ولما كنت بتشتغل أربعة كانت ناس كتيرة قوي في الأخطاء كانت بيحصل أخطاء كتيرة قوي وكان الناس يقول لك يا عم ما تلعب على قد اللي تعرفه ما كانش بيبص على الكرة الحديثة فأنت النهاردة لما تيجي تتكلم على مدارب هو خايف يعلم الكرة وفيه مداربين أصلا بتشتغل يعني بالقطعة بالقطعة دي ما تلاقيش ناتج في المستقبل لأن هيجي وقت تلاقي نفسك أنت تحت خالص طيب مجالس إدارات ما بتزبرش على مداربين عايزة تشتغل دازم ببقى فيهم تابعة مجالس إدارات بغير مداربين كل 3 ماتشاط ما بتدهمش السكة حتى لو هو شغال كويس فيه حاجات كتيرة كوارث يعني بتحصل زي ما قلت لك من بداية الناشئين أنت النهاردة مستغرب أنك خرجت أنت لعبت 3 ماتشاط مع منتخبات مش قوية أصلا قبل ما تلاعب حتى الكونغو النهاردة يعني مع احترام الغانة لما نيجي نتكلم على اسم غانة دي مش غانة دي مش غانة مش غانة اتعدلت 3 مباريات أنت ما كسبتش مباراة أصلا في البطولة ما عملتش أداء مميز غير ممكن يكون شوت في الراس الأخضر وانت كان بيلعب بسبع لعيبة مختلفين عن الفرى الأساسية وحتى لما جبت هدف في الدقيقة 93 بعدها بديتين ترد عليك هدف ده معناه أن انت منتخب سهل جدا زي ما انت قلت فيه ناس تستغرب على كلامنا اه احنا كان لازم نشجع المنتخب وهو في البطولة ده مش عيب ده واجبنا ده واجبنا لازم نقف وضع المنتخب لكن ايه الأسباب هي أسباب كتير يعني ما جيش حتى تحطها في جهاز فني بس لأ طبعا ليه بقى لأن انت برضه لازم تعاتب على اللعيبة انت النهار ده لما تيهي تتكلم على جهاز فني ما لما تيهي تتكلم مثلا على نص الملعب مضوان لعب وحمد لعب تمام وإنني لعب وزيزو لعب وعندك حمد فتح لعب وعندك امام عشور لعب حتى لو احنا جينا نتكلم في التشكيلات طب هو أصلا لعب وغير كذا مرة فيش ناتج صح؟ لعب بفتح ولعب بمحمد حمدي فيش ناتج لعب بعمر كمال ولعب بمحمد هاني فيش ناتج لعب بزيزو ولعب بمحمد صلاح فيش ناتج لعب بمرموش ولعب بتريزيجي ما فيش ناتج في حاجات فردية ممكن في لعبها تتظلم في الحتة دي فردية لكن انا بتكلم على ايه الناس بس ايه يعني ما تبقاش بس في الزعل تاخد كل حاجة ان فيتوريا لا طبا طب سيني ما هو فيتوريا ما هو لعب ناس لعب ناس كتير فين انت وفين كورتك وفين شخصيتك وفين الحلول انا حتى بعتب حتى على المعلق اللي بيتكلم مع احترامي ده مش عايش محمد علي مع كامل احترامي مع احترامي مش عايش المباراة مش عايش احد لا لا سيبك سيبك من القصة دي قولك احتقاك قوي جدا وبيضربه جميل جدا احتقاك قوي جدا ايه بس يا جماعة ده هي كورة هي كورة بقت كده بقت كده كوة وبدني ودماغ وتكتك وشغله ده ده لما حد بيطه يقول لك اصلي مش عارف ايه اصلي انت استاذ اللي ضعيف انت اللي ما عندكش قول عجبني في عصام الشوالي ساعة منتخب تونس اتفتن وقل الراجل بيقول السلبيات وش ما بيهموش بيقول السلبيات ما عندكش حلول منتخب ضعيف انت ما عندكش حلول لعن عندك حلول جماعية ولا عندك حلول فردية احنا وشكرتنا ان احنا انت فهمي ومش عايز